مساء الخير مشاهدين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السوديو الآن نقدمها لكم مباشرة من دبي ونبدأ بموجز لآخر الأخبار نبدأه إذن من آخر تدعيات إسقاط الطائرة الروسية حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لن تعلن الحرب على تركيا وأن علاقة البلدين لن تتغير مضيفا أنه سيتم إعادة تقييم جدية للعلاقات الروسية التركية بدوره أعرب الرئيس التركي رجل طيب أردوغان أن بلاده لا تريد تصعيد الموقف بعد أن أسقطت مقاتلة روسية مضيفا بأن تركيا تصرفت دفاعا عن أمنها وللدفاع عن البدديين في سوريا أردوغان قال أيضا أن تركيا وبالتعاون مع حلفائها ستنشئ قريبا منطقة إنسانية آمنة بين جرابلوس السورية وشاطئ المتوسط لمنع تكرار مأساة إنسانية جديدة ولتوفير فرصة للمهاجرين الذين يريدون العيش بوطنهم على حد تعبيره من جهته أرجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما حادث إسقاط الطائرة الروسية على الحدود الروسية التركية السورية عفوا التركية إلى الساداف الروس المعارضة السورية المعتدلة على الأرض مضيفا أنه إذا كانت روسيا تسادف داعش فإن احتمالات الأخطاء والتصعيد تقل نتيجة لذلك على حد تعبير أوباما عسكريا أكدت الأركان العامة الروسية أن طائراتها العسكرية ستقوم بجميع طلعاتها في سوريا كالمعتاد ولكن بحماية مقاتلات حربية هيئة الأركان أكدت أيضا أنها تدرس حاليا اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن القاعدة الجوية الروسية في حميم ويأتي ذلك بتزامن مع دفع القوات التركية بعشرين دبابة إضافية نحو الحدود مع السورية وفق ما نقلت وكرة الأناضول عن مصادر عسكرية تركية